صراحة أشكرك أبو سعود على ما قدمته وجزاك الله خير كل من يذكر أبوي يذكرني بالوالد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل كل ما قدمته في ميزان حسناتكم وحسناتها هذا أبو سعود الهواملة قال عن والديك وعن أهل المجلس جزاها الله خير وعنكم جميعا وذكر والدي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبك وأن يشرح صدرك وأن يسر أمرك وأن يفتح على قلبك وأن ينور بصيرتك وأن يوفقك في الدنيا والآخرة وأن يستر عيبك وأن يفرج همك أبو سعود وبيض الله وجهك على ما قدمت وأن أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناتك وأن يخليك الوالديك وخلي والديك لك الله يرضى عليك ويبارك فيك وصلنا إلى آخر حلقتنا فإن كان من صواب فهم من الله سبحانه وتعالى وإن كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ونشكر أخونا عبد المجيد السعدوني ونشكر أخونا خالد الجبر على إمتاعه لنا ونقله لنا نقله جميلة جدا في بحر الشعر وما شاء الله الشيلات وما شاء الله جزاك الله خير يا أبو فيصل ونشكر التواجد حبيبنا الشاب الجميل أخونا حاكم مطيري على تواجده وسمته وأدبه إن شاء الله ستكون معنا متسابقة في أحد البرامج إن شاء الله بس ما نبي كذا ساكت كذا حاطه على الصامت نبي واحد إلعلا الله يسعدك يبارك فيك هذا من أدبك يا حبيبنا حاكم وكذلك نشكر أبو عبد الله على تواجدك معنا وعلى رسائلك الجميلة وعلى حبك يعني لسماعك من الضيف خاصة إذا صار شاعر أنا ما نبي جايب هنا لشعر أبو عبد الله إذا جات يا أخي سبعلا الضيف إذا جاء للمجلس أنا في نظري أن له الحق أن يحظى بجل الوقت أكثر الوقت يكون للضيف أنا وأنت ربما وجوه متكررة ممكن الواحد يضع في ذهنة فائدة يبغي يلقيها حتى لا يكون المجلس خالي من الفائدة لكن وجود الضيوف يثري المجلس وأنا شخصيا أرى أن لهم حق كبير في زمن الحلقة وأن يحظوا بالوقت شوفه ما شاء الله خرجنا من الحلقة وابو فيصل ما زال في جعبتها الكفير طبعا أبو فيصل ما شاء الله عبارة أنا أدري أن ما تكفي حالة المجلدات ما شاء الله إذا منشد واحد متعاون معه في ثلاثين عمل ثلاثين قصيدة يا سبع ما بالك بالعملات ولقاءات وجمعات أبو فيصل يبي له جلسة هانو إياك الليل تعشى سوى تعشى سوى ذا الليل ونأخذ يعني سمرة جميلة أبدا قال تم أنا جميلة صدق والله يا أبو فيصل يبي نتعشى أنو إياكم ونأخذ أخباركم ها فيصل يا أبو أخو يعدون نجيب ها يا رجال عندنا تدري؟ طلعنا من الهوى لا طلعنا من الهوى وبعدين نشوف ها يشوف الله يسعدكم نقول لكم نقعدوا بالعافية في أمان الله وإلى لقاء آخر في أمان الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر